السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أخوكم طر العقاد من منتج الدعم العربي ماكس بسلام وفوردي في محاضرة جديدة من دورة رامس سعلة بالسحراء سوف نستفد كثير من هذه المحاضرة سوف نفتح السينما فوردي وناخد دراج دروب الريفرنس بتاعنا في الفرونت بيوبورد وبعد كده نعمل بريتنس شوية ونزل كيوب سوف نغير مقاس الكيوب لخمسمية وخمسين كده مثلا سوف نلعب في ايه في الروتيشن بتاع الـ background سوف نضبطها كده على مقاس الكيوب عشان يفضل الكيوب في الـ center axis طيب نزود شوية 560 كده تمام سوف نفعل فوق شوية سوف نضبطها زي ما نعمل كده يعني بالتقريب مش لازم نكون بالزبط هنقطع هنقوم بالتابل وبعد كده نقدع باللوب كده في الأجزاء دي طبعا حفزنا احنا اللوب نقطعه ازاي ممكن نشتغل بالسناب زي ما نشغل كده وبعد كده انا بقطع بالتقريب يعني وبزود علشان خاطر الحتة بتاعة الجانت دي عشان اقدر اعملها حاخد البوينس وابدأ ازبط الدنيا اه لا هنعمل نشير الساحة من عليها ونبدأ نعمل طيب انا محتاج هنا برضو ازبط البوينس دي ممكن ايه نستعمل المفتول تمام ناخد البوينس هنعمل الحتة دي نعمل لها كت وبعد كده عايز اعمل سيلكت البوينس دي و دي تمام واللي هي الجزء اللي تحته وانا مش محتاج دول عملهم دليد طيب هعمل سيف بس الملف الاول توك 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 تمام سيف علشان ايه نعرف سلان ما تعود ان انا دوس كونترول اس على طول همسح البوينس دي واخد دول تحت شوية هو مش لازم يبقى بنفس التفاصيل قوي بس بقدر الامكان هنحاول ان احنا نخليه تفاصيله قريبا نزل دول تحت شوية وابدأ ايه احرك البوينس على شكل الرفرف ده تمام نرفع دول سيكل فوق كده وهدي كده هاخد دول كده ودليد طيب كده ده اتأسس الشكل بتاعه نبدأ نشتغل بريدج دي اداة جديدة برضو ايه مفيدة جدا وسريحة جدا اقفل لانا الشغل انا ممكن اعمل طبعا كلوز بوليجين فحالة ان انا ما عنديش البوليجز دي بفتوحة فانا مضطر ان انا ايه اعملها بالبريدج هي بتعمل ساب اوتوماتيكا من الاجي للاجي ده موقف على الاج مود يعني انا بعمل بص بحاول اعمل كده وبعد كده نستخدم كلوز بوليجينز ونعمل هوب وهوب تمام مفيش اي بوليجينز معكوسة ولا حاجة طيب حاخد دول كده واعمل لهم انهم اخد بلاشي اللي حتة اللي في الاخر دي خليني اعمل هنا بقى ايه انر اكسترود اه لازم افتح ده اللي هو الكورسي اللي بيقعد عليه الراكب نعم التفاصيل ده برضو كما قلنا فيه حاجات كده جو متبانش في الانيميشن بس احنا زي ما اتفقنا ان احنا بنتعلم ازاي نعمل موديلنج قبل يعني من خلال ورشة بنتعلم ازاي نعمل حاجات دي مش عشان خطر ان احنا بنقفل اه 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 انترو او اه انميشن هنزل كيوب وغير صيز بتاعه شوية هكيبه هنا هامل ادتابل ممكن اخد كت هنا و كت هنا عشان الحتة اللي فوق دي وابدأ ايه كت بالعرض تمام او ايه خلينا هنا الاول وبعد كده وابدأ امسح الجزء تحت ده فيطلع لي الشكل اللي فوق هاخد بقى ابدأ بقى ايه ازبطها مكانها تمام تمام ممكن بالموفطول ابدأ احرق لا احنا اخدي بس تمام ودي بس طيب هنا كمان هنا بذير العصر طيب اه هسليكت امبوليجنز وهروح اعمل وانزل بها ايه سيكة لجوه حاجة بسيطة لو نعمل ثيكنيس ليه الغطل فهو عمل سيكنيس معي انا عايز اخد في الاجزاء دي وفي واحدة ها وابدأ اعمل ايه بيفل البيفل هيطلع لي اه ازا ما احنا شايفين اه اعملت بيفل بزيادة انا عايز رايات هنا كده تمام ايطلع لي اه الشكل اللي برا بس خلينا اعمل ايه الاول سيلكت البيفل دي وبعد كده اعمل البيفل براحتي تمام واخد اه ال 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 واخد هنا ونفس الحكاية اخد هنا طيب هاخد سيلكت الدوت وده وابدأ ايه اعمل اعمل كمان بيفل بسيط واخد اعلم بهم على الجزء ممكن اخد ايه الجزء اللي فوق بس تمام الجزء ده واللي فوق تمام عشان لا اخدش نحط تانية او لا خليني اعكس بس اخديني الريفيرس وبعد كده نكمل هناخد دي وناخد دي ودي 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 تمام هعمل ايه؟ ممكن احركهم سيكها لفوق بالشكل ده او امسك البوينس اللي فوق خليين امسكها من فوق كده واحرك كده بالشكل ده والتانيين برضو نفس الحكاية بدلا من اعمل سيكت بالبوليجان خليها بالبوينس تمام تفعبوا معايا ايه؟ الشكل ده ده هو ايه؟ طالما فوق سيكت هاخد الاتنين سيكت واللي تحت كمان ودي تمام كده متسلكين تمام هاخد امسح دول دول البوينس اللي جوه انا مش عايزهم انا عايز اللي برا بس عشان اعمل ايه؟ سنة حاجة بسيطة سيطلع معاه الشكل ده هو حيبان اوي لما يتحط سيطلع معاه الشكل ده سيطلع معاه الشكل ده ايه؟ لسه فاضلي هنا بقى دي هاخد لها كاتس مستقلة تمام؟ بس هو يعلم بس بس ايه؟ ايه؟ وبعد كده اخد سيطلع لبوينس دي بس ايه؟ وبعد كده هاخد دول والناحية التانية هاخد بالتو بوينس دول واعمل نفس ما اعملت بالسكيل في الزي اكسيز سنة بسيطة يعني منتجات تكون واحد من مية سيعملت الشكل ده طبعا احنا لسه محتاجين قطات هنا في الحتة دي ولسه محتاجين حاجات هنعملها كتير بس انا مش محتاج الحتة اللي تحت دي انا نسيتها تماما لسه مشكلة هاخد اختار الاتريان اتاكد نتأكد بس اللينا اخترتهم تماماً وسكيل واي اكسز زيرو وبعد كده ممكن ننزلها سيكا تحت تماماً طبعاً حنا خلصنا بالسحل نخشها صعب دلوقتي بس خليني ايه نبدأ هنعمل هنا هنا وهنجم هنا عايز اخد هنا خلينا ايه نبتدي من الاول كده تماماً نبتدي من واحد هنا كده نبتدي من واحد هنا كده تماماً آآ ممكن ناخد بالطول طبعاً شونهما مفتوح احنا هنقضوا من تحت هنا كده كده تمام واحد من الحياة دي زي في اللي كده وهو ممكن نبقى جايه مفيع شوية ممكن نبقى نعمله سكيل في الاخر او وقت الالميشن نبقى نزبط باقي في الانيميشن هنقضل هنزل كيوب هنبدأ اعمل الشباك اللي برا ده اغير مقسه بال و الث ال لا الواي اكسز وبعد كده ونروح للسيليكشن هاخد سيليكتر دي المفتول اللي غايت هنا ودي هنزلها تحت شوية نحاول نزبطها بقدر الامكان هي ايه تكون على قد اللي هي الحتة بتاعت الجادون اللي تحت دي فانا بتجربت العشان اشوف ايه هنقطع زي الاخر فانا هاخد بس ايه سيليكت الاول طب خلينا هاخد كاتس كات هنا وكات هنا وكات هنا عشان اطلع الشباك بتاقي ايه نروح للبوليجن واخد اقفل اول حاجة واخد البوليجن دي ودي وبعد كده خلينا هنا نصغر سيليكتر كده مش قوي ابدأ اخد ايه البوليجن دي واعمل احب تقدر اكسترود تمام وبعد كده اكسترود بس خلي بالنا نفس اتب واقع القديم بالتريب نستطيع فضيلة نرى الميزن لنقوم بإمكانك بعد ذلك نقوم بإمكانك الهدف من جواب يبقى معي بالشكل هل انا ممكن اخذ دول معي عشان يبين انه مفصول من الناحيتين مشي مشكلة افضل ان انا اخذ دول معي هيبقى مبرو مجوء ممكن بعد ما نخلص خالص نعملها نعمل لها يعني بعد ما نخلصها خالص بس ما فيش مشكلة دي على برها شوية ومش هستثبت ليه تمام وبعد كده دي على انر اكسترود استرود على بره وكده اخذ دول اكسترود على بره برده طيب نخد له كالتاتو الزريفة واحد اتنين اه هنا اربعة وعايز بردو بس طبعا مش عايز الحيطة دي عشان هاطر اه هو اصلا لفف من قدام فانا يعني هاخد بس ايه سيليكت البوين دي ويه البوين دي بس طبعا نشوف ايه اللي تم اوقعه مش هشتغل كده اخده يدي وبعد كده اعزه ارجعه مورا شوية بس طبعا الاكس اكس ها مش قوي عشان ما نكترش البوليجين اللي تحت بباب الشكلة طيب ممكن انزل بقى على ايه على حاجات الاصحر شوية انا بحاول اخد الموديل بالترتيب كصعوبة يعني من السهل الى الصعب اول حاجة انا عايز اعمل المغدع اللي هو بتاع الكرسي بتاع الكرسي السواق ده اللي هو حاجة ايه بغد تعتبر حاجة بسيطة هناخد دي ونزبط ما اسو هاخد منه كوبي نتعرف وغير بتاعه ممكن حتا ايه امسح اصلي ويغيرو 90 درجه واخدو احطوا مكان الكرسي بتاع الزباين اللي هو ده اللي بيبقى ايه اللي عمزة الجلد سافنج وغنده تمام سأقوم بثلاثة تعريفة. سأخذ واحد كوبي برضو وأعمله للضهرية. وأصغر ارتفاعه في وي أكسز ويقوم بشكل كده. تماما. أنا كده بأسس لسا. لسا ما خلصناش. هنقط كل ده ونسلكت والسيجمينس ونعمل بيبل. وده نفس الحكاية. والسيجمينس وهسين البابل. تماما. ممكن ده أخذ. أول خلص ناخد كارت الأول هنا. وبعد كده أصغر بيسادة. بالسكيلينج عادي ما فيش مشكلة مش هنصر أي مشكلة. تماما. هنقل كلهم في ايه؟ ونعملهم في هايبرنامز. طيب. عايز أعمل الحديد ده هعمله باللينير سبلاين. ده شفت وياخد سبلاين أو حتة. بعد كده أعمل سكيل تو زيرو من الأكس أكسز. وبعدين أبدأ أحرك مكانه في البوزيش اللي أنا عايزه. خليني أحرك بس الأنكر بتاعه وأزبطها. هنزل سيركل سبلاين. هغير الريديس بتاعه التو. و هنزل سوب ديربس. و أبدأ أخلي الموديل هو جيه هنا تحت. دي. 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 أمسك الموديل نفسه. أبدأ أحرك. ه هنا. تمام. ممكن أصغر أو أغير ال. ال. ونضع الـ points لأقلت سابدفجن ونضع الـ و بولي نخفعه لأقلت سابدفجن ونضع الـ الانيميشن ورندر أريد أن أخذ هذا الوضع للتحديد ويمكن أخذ هذا الوضع سأخذ الوضع ويمكن أخذ الوضع المفتوض الوضع و أقوم بعمل يديش هامفر حبة صغيرين و أرجع الشغل تاني هنأشوف ايه المشكلة هنا اه صح انا كنت أعطيتها تحت هي المفروض فوق سنقوم بعمل تجربة الاتفاق سنقوم بعمل تحت هي المفروض سنقوم بعمل تحت هي المفروض سنقوم بعمل تحت هي المقبة ثم سألقي المفروض من هذه الميجمارات تمام؟ بعد كده هنا وهنا from x axis بعد بالشكل ده هاخد ال spline ارفعه فوق شوية تمام؟ طبعا ده هرفعه بس فوق كده من غير Symmetry واخلي ده هنا فانا عملت copy من السويب القديم للسويب القديم هزبط بس مقاس البوينتز دي وبعد كده هشوف البوينتز دي اين زونها ها 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 هدف كده سنبت سنبت وبعد كده من نفسها واجب المعرض نقوم بمقرار كده ويقوم بعمل مفرد أعمل مفرد سيضر أجرب سنقوم بعمل مفرد ويبقى نظبط مكانها ممكن اخذ points او اعمل scaling ثاني تمام هاخد copy من هذا وقوم ايه منزله طحن اقسس ايه بعيده بس ما عندناش مشكله هغير spine دي حتى اياءها شوية تناعم تشتبه بشكل ده ايه الارتفاع نفسه مش مزبوط بس مش مشكله انا هزبطها بالشكل ده طبعا التانية نفس الحكاية اخد دي واما حديد تمام نفس الموديل يبدأ شوية شوية يوضح مع المويعن طيب هتطلع المغلعة شوية قدامه صغره سيكا ممكن بالعرض ممكن بالزي اكسس ممكن بالزي اكسس بازغر كده تمام طيب ممكن بالزي اكسس يعني بالتقريب طبعا نعمل بقى اللي تحت ده نعمل خليني بس ايه اخد دول في ونال وينفطال ده الموديل اللي هو الاساسي اشتغل فيه بقى شوية وبعد كده نشوف هنعمل الكورسي ازاي بالمغداء اللي هي الاعادات هناخد قطس اه اخد قطس هنا قطس هنا تمام اخد ال ونطلع اه في حكم تسلك اه نطلع بها سيكا اه ممكن نعمل بسكيلينج مش تبقى بالشكل ده ونطلعها بقى شوية او ده هي واخده معناها اه كده تحت ماش مشكلة نطلعه كمان انا كده كده عامل وانا بحرك فهيطلع نفس الايه الاستقامة طيب هاخد هاخد سيكا هاخد سيكا اخد هاخد نطلع هاخد ونطلعها ايه افل تمام طيب هانت اه كل ده احنا في التفاصيل اللي هي الاساسية يعني ما دخلناش على التفاصيل اه الصعب خليني اعمل اه الكاتس هنا مش مزبوطة اخفد وابدأ اعمل select هنا واشوف الكاتس بتاعي هزبوطه كم هاخد الكاتس هنا وكاتس هنا واعمل select اجابه هنا شوية تمام او ايه لا خليني اعمل select ال point وابدأ احرك على تحت شوية انا عايز اخد نفس الشكل اللي طالع منه الاكسترود اللي في الجنبين هاخده selection طبعا هنعمل من ناحيتين انا ممكن نشتغل symmetry خلص احنا فهمنا اللعبة يعني ممكن نشتغل symmetry ممكن نشتغل بيدي عادي او ممكن لو حصل اي لخبطة في الاخر مقصص مودي بالنص و symmetry و شكرا كنا طلعت extrude على برا طيب لو حطنا في نحتاج كاتات طبعا ناخد له كاتاته ادفع طيب هنا في كاتات تمام اشتركوا في القناة نسيت امسح الكريكابس هناخد وهعمل وامسح وامسح وبعد كده ارجع تاني ايه اقول له كيف هنشايفين كده هرجع بقى ايه امسح الكتات تاني اخذ هنا كت اخذ واحد من فوق تماما واخد واحد هنا وعايز اخذ برضه هنا ولكن اخذ واحد هنا إنتظر التربيع القاعدة أردت واحد هنا في الركب واحد هنا كل عمل كاتل تزبط مرحبا وتبقى احسن والله تماما واحد هنا واحد هنا هامل هنا كت كت ممكن نعمل ايه كت من تحت بس هاخد بقى الكتات هنا برضو عشان اخلي العملية هنا هارد من الاول خليها دلوقتي عشان لسا هنعمل الحتة بتاعت اللي هي الرفرف هي بس ازبط ايه شرطة ضبيط كده الاول عشان اللي اصدام هامل الكت هنا هروح اخد select لبوليجينز دي واقول له extrude ها extrude على برس ديك تماما هاخد select للبوليجينز دي انسلكت البوليجينز دي وبعد كده طلعها سن البرة تماما كتها دي هلو ايه اه اوه اوه باقرن 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 من الاول اوه اوه عسل جدا طيب بفضل لنا ايه نفتح كده نفرج اه الحتة دي عايزة تكون ما فهاش هارد سيرفاس عشان خاطر تبقى منفس الشاكري لقدام فنا طبعا عملنا كتات فكل ما نعمل كت تبقى منفس الشاكري لقدام الهارد فنا نعمل سيرفاس تبقى منفس الشاكري نعمل 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 سوف ندخل هذا قليلاً لكي نضبط الموضوع لكي نضبط الموضوع. نضبط الموضوع على الوضع ببنية قليلاً ونبدأ في الناس. سوف نضبط الموضوع ونضبط الموضوع. ثم سأقوم بإضافة الوضع. ثم سأقوم بإضافة الوضع. سأقوم بإضافة الوضع. أنا أحاول أن أقوم بإضافة الوضع بشكل أجمع. سوف أتأكد أن لا يوجد شيئاً لأننا سأذهب و أعمل هذه الأشياء في عضايا وقت قليلاً سأتأكد أن لا يوجد شيئاً لأنه سأتعلمي في عضايا وقت قليلاً سأضع الهاتف سألقوم بشكل جزء الموجود الذي يوجد المشكل سأضع الهاتف سأقوم بـ سأضع الهاتف اقل او بعد كده ابدأ ازبط size xyz او حسن ما احتك يعني بجيب نفس الشكل الاول و بعد كده ابدأ العب فيه وed table خلص بقى free bully عيش حياتك هاخد extrude وابدأ ايه اقطع ايه لا اقل اقل تمام طبعا ده ليخش جوه الموديل التاني ما عندناش مشكلة يخش براحته طيب هناخد ايه الموديل نصغر شوية في زي اكسس وبعد كده ما يحتاج ان احنا نصغر حتة لفق دي طب هنعمل ونعمل بزي اكسس سكيل لجوه انا هتلاقيني بافضل اوبص كده لغيت لما ايه ابدأ ازبط العملية خليني خليني طبعا اكبر الكزي ده وده صغره قصدي وبعد كده اسلكت الpoints دي و دي من صغره لوحدها تمام تمام هي طويلة شوية مش عارف طيب هناخد قط فيها بالنص تمام هناخد دي لقدام مثلنا اه قطات الزريفة هتلاقي بدأ يظهر هنا واحد هنا واحد هنا برضو و هنا ثم اه اه نبخي دول ممكن انا امسك البوليجن شايفي الحتة دي اه ام إحضار إغلاق Give me delete إحضار سيكون حارد من هنا سوف نخرج؟ سنزود بقى في قطاته لا يوجد داعه حسنا لن نجد الحتة باتاعة المساعد الاول ممكن اصغر الجزء ده طيب اصغره السيكة مش قمين بعد كده اكسترود علي جوه لا خلينا اخد الحتة اللي تحت اكسترود علي جوه تمام؟ الحاجة ما يعديش الناحة التامي اول ما يعدي بس كده تمام اول هاخد انا عمد قط تاني كده علشان خاطر يبهرت شوية بعد كده هنزل التيوبة عشان اعمل موضوع العجلة بس انا عايز اسسها الاول عشان ازبط عليها تمام؟ تمام؟ زي ما هي وعايز ان اخد لها الكوبي طبعا انا عايز اسس بس الماسبت احنا هنزل هنا نجيبها ورا سيكة علشان العجلة دي اكبر من دي اعتقد امش عارف الصورة طبعا هي ماش الصورة مش ببينة صح بس اديني مقدر الامكان هنحاول ان انا ايه ازبطه ما بقاش هعمل الموديل كبير ويتيجي العجل يبقى صغير جدا ايه ابدأ ايه اعمل سيليكت هنا اجيبها هنا اسلنا تمام؟ ماشي؟ احنا هنرفعها فوق وده فوق اكثر وده فوق وده فوق وده بقى نجيبها ورا سيكة طيب انا بحاول ازبطه بحيس ان هي تبقى دائلية الشكل بحيس ان اعرف احط فيها التيوب بتاعي سلايد هناخد الحاجات دي لجوه شوية تمام؟ عشان دي تبقى انا عما شوية هكده مش هزي تبقى هارد قوي هنبقى بعد السيجمنت زي ما عملنا في نظر الأوتوبيس طيب خلينا امسك بقى تيوب وازبط مكانه تمام كده وعندي البوين سبورد وعايزة تزبط هنا تيكة نعم يجب ان اخدها نعم نعم هنبقى امسك بقى 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 نعم وفي نفس الوقت امسك بقى الساعة تمام طيب ام خليني اشوف شكل العجلة طبعا مش عايزة تخل في العجلة قوي هنعمل هنعملها حاجة بقى مثل العجلة البص السياحي عشان ما نضيعاش وقت فيها قوي انه هنقذ وقت قوي انه لسه هنقل في تفاصيل ادق و ادق لغاية لما الموديل يبان اكتر احن هنزبط مقاسات تيوب خلي بالنا فيه نقطة مهمة جدا ان انت كدزاينر كل ما تخلي الموديل بتاعك فيه details كل ما انت هتبقى مستعد كويس كل ما يبقى فيه اضافات يعني فيه اضافات ممكن تضيفها مثلا مثلا للموديل ده كل اضافات بتضيفها سماعات بتضيف عالم من فوق بتضيف اريال كل الحاجات دي تبدأ تديك موديل اكثر احترافية بالنسبة للمصاميمين تانيا كل ما يشوفه موديل يقولك ايه ده ده عامل فيه شغر وفيه تفاصيل كتير قوي فده طبعا اللي بيخلي الموديل دايما يبقى اكثر احترافية في الموديل انا هعمل بيفل لجوه كده عشان نزود سيجمينز ويزود بوليجونز وعمل سيليكشن للبوليجونز بتاعت التيوب وابده اعملها اكسترود لجوه تمام هعمل سيليكت للبوليجون دي او خلينا اعملها بالبوينت مود واعمل واعمل بزي اكسس لبرا سيلي في اطلالي الشكل ده تمام طيب السيجمين دي والسيجمين دي ونقوم طيب احنا ناخد خلينا بالبوليجون ناخد دي ودي ونعملهم دليت بعد كده اخد سيجميند دي ودي وهذا اكبرهم دقارة شوية يعني اللي هو ايه مكان الكويتش نفسه طبعا انا بحطه في فيبر نبس عشان اشوف الدنيا مش هزاي تمام واكمل ولا عيد من الاول ولا ايه نطلعه من الهايبر ونرجع نحط سلندر انا طبعا بنزل سلندر يبقى تيوب تشالدوف علشان خاطر ياخد نفس الاكسز واطلعه تاني برا من التيوب علشان خاطر ابدأ ازبط فيه الاردادات بتاعت الحجم وبتاعه او الريس هو بينزل او في نفس بتاع الموديل اللي انا بنزله تشالدوف تزود سيجمينت هنا تمام عايز اعمل سيجمينت في الكاب عشان ناخد الشكل ده يعني تقريبا مش لازم يبقى نفس الشكل بس هيبقى بالتالي هم سيجمينت في الكابات عشان الكابات تتقفل معي من ده تيوب تيوب زي وزي سلندر بيبقى ليك اي برميتف لي كابات بيبقى تبقى الكابات مفصولة هناخد سيجمينت في البولجن دي والبولجن دي هنعمل ثم سيجمينت في البولجن في البولجن او خلينا في السيجمينت مود سيجمينت هنا 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 تمام وبعد كده وبعد كده بيفل وابدأ ايه اكبر على بورا سيكا. طالق مية وعشرة حلو. واخد بقى ايه? واحدة واحدة. طيب انا بشتغل من ناحيتين. انا ممكن نعمل الكلام ده سيمتري زي ما قلنا. بس ايه? ممكن ده وممكن ده. يعني طيب هو سيمتري احسن ومدريعش وقت ان انا ايه? اعد الف واعد هنا واشتغل هنا. هنعمل على جوه. وهشوفه في الهيب النورس تمام كده. انا مش عايز اكتر من كده. مش عايز التفاصيل اكتر من كده في العجلة. بس انا طبعا ايه? هنضيف مصابير وهنزبط الدنيا. التفاصيل. سوف يأخد select ال point الي هنا اعمله cut وهنا اعمله cut تمام ويأخد ال . مش عايز عامله cut تم ايه ؟؟ ناجرب بslender نقلل شوية رديس ونصغر الهويتس تمام افضل افضل خليها خليها سميه انميشن ده حيبق اللي حنوقف عليه اللي حنخليه اللي هنخلي كلها تمشي منه بالانيميشن فهنبقى الكي فريمز كلها في ده هزبط بس حجمه وزبط الدنيا بتاعته في الراديس بحيات دي عشان يبقى بشكل ده عشان كده مرضيتش هطلعوا مرضيتش هطلعوا بوليجن اكسترود كده افضل خلي واحد جوه تين ده اكبر وده اين اي واحد من دول هايبقى هو الاساسي في ايه غاية تحريك الروتيشن للعجل النفسه الانيميشن ويل طبعا انا دلوقتي بعمل المصامير هنخف شوية الكونت هنزود شوية الكونت وهنخف شوية السيجمنت يمكنك الجوية السيجمنت بالبطاق الجوية المصامير مستقبل المصامير 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 مستشفى مصامير تمام قبل خلي ردي سينة او هنا 1.5 47 هي مش باين قوي من بعيد بس دي تفاصيلات انت محتاجين انت ايه دائما انت خليهم عندك كبر شوية التفاصيل والديتيلز الصغيرة دي بتبقى مهمة في الشكل النهائي كده قريدي بقى مش عايز تكاروت مش عايز تكاروت شغلك عايز تعمل حاجة كويسة مش عايزين تكاروت اداني انا هاخد بس التيوب هنا وابده اعمل select من الحاجات اللي جوه دي والجز اللي جوه واعمل لها normal move شوية وابده على برا لان هي مش بحتاجة ان هي تكون كتير الاكسرود مش لازم يبقى ايه على جوه normal move وابده وابده عاق وابده وابده اكبر سلندر شويه وابده 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 اخد التيوب اضبط مكانه واكبر الاسلندر محبة ممكن اسهاره بالعرض في زي اكسيز ما عنديش مشكلة في ايه هنا طيب سنقوم بقى دلوقتي المساعد والمصمر الاساسي الي احنا اسسنا منه الانميش و الويتشن طيب اعمل نيو فايل و اروح اعمله في نيو بروجيكت اصغر الراديوس و الويتشن سيجمينس اقليها اقلي من كده شوية تمام هنعمل ايدي تيبل او قبل من اعمل ايدي تيبل خلينا نبص اه طيب تمام كده هنعمل ايدي تيبل وبعد كده اشتغل القطات بقى ايه باللوب انا عايزة بقط هنا واعمل له سيليكشن باللوب للايج وهرفعه فوق شوية مع بيبل هاخد سيليكشن من هنا و من هنا نحيتين ممكن اصغر والطبس هنا طبعا ايه مش مزبوطة من هنا فهاخد من هنا و من هنا نيجي نبص هنا كده تمام حامل اه نسينا نعمل او تمام خلاص بتبقى انت عارف المشكلة فين لما تحصل المشكلة بتبقى عارف خلاص المشكلة اي واحد لها ايه بسرعة لما نكون فهمين يعني ايه او تمايز و يعني ايه الحاجات دي كلها يعني ايه الادوات بتعرف تستغيبها ازاي في غرص فعندكش مشكلة هتستخدمها طيب انا عملت سيليكشن دلوقتي وعايز امسح بالباس سيليكشن الحاجات اللي هي عايز اعمل لها انسيليكت فانا همسح اه السيجمينز دي وعمل سيليكت اصيب السيليكت اللي هو بالطول انا مش هارف اعمل سيليكت لانه ده سلندر فهو جاي من جوه من من الكاب سري بوينس بوينس عشان كده مش هامي سيليكت طيب هعمل بيفل او سوين كده بص فوق بس الاول اه عايزين نعمل بس ايه سيليكشن صح هعمل بيفل كده بقى تمام نبص كده تمام جدا اه هاخد سيليكت دي السيجمينز دي وعمل لها بيفل برضو حاجة بسيطة انا بناها عم شوي وهنزل السيليندر هغالي الوريينتيشن واخلي الوريينتيشن 16 ورديس نحاول نقديده كدر الامكان عشان اعمل الحيط بتاعت المصماري الفتح حسنا حسنا هاخد بل كدر وقفل السيجم خالص وافتحه عندي في الوجيكت بتاع التوك توك توك وارجع 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 لغاية تنصل للمكان المونسب وارجع وارجع اغطو بقى زي اكسز وارجع برسيكة وارجع 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 ممكن نبصت هنا المونسب اه 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 كوائز هي تيجي في النص يعني طيب هطلع مساعد نفسه برا تمام كده نبص بس ايه على الصورة اه طيب ممكن زي ما أنا هنا كده أنزل الهليكس وايه اه اجيبه نحية المساعد بتاعي الهليكس اه في الالتفاق برضو هنزلو تحت شوية نامي روتيشن كممكن اخذه طبعا ايه اه عشان يبقى في نفس المكان على طول ومشايله وحطه وابدأ ايه بس هدي طريقة ودي طريقة شوه ايه الانسب والاسرع انا بحاول اشكل في الطرق عشان انت تشوف ايه ايه الحاجات المختلفة وتبدأ ايه تختار بقى وتشتعل على ما انت عايز اه خليني ازود الهويتس مش قوي طيب خليني بس اعمله السماكة بتاعته في السويب نيربس تمام وابدأ بقى اعدل الهيكس خليني بس اقل السيجمس بتاعت السيركل عشان يبقى كده وابدأ بقى ازبط اه تمام بص على الصورة ايه هنا حلو مش سيف عشان ما ننساش عندما ايدي عن كنترول سيف طيب اه ايه اي تاني خليني اشوف كده نحن طبعا هنعمل الكلام ده في السيمتري ناحية تانية خليني احطهم في وبعد كده سيمتري تمام طيب حغير بس اعداد السيجمس بتاعت الهيتس وغير الريديس اكبر شوية سلندر بتاعي ايه طيب نمسح له وممكن نزود وممكن نزود شوية بتاع الكابس نفيش مشكلة نعمل له فلد تمام يعني باني ان هو شكله المصمور ممكن خليها زير باينت فايف كده طيب خليني نزبط الدنيا شوية كده نشيلهم برا كده كلهم ونعرف نرتب الدنيا علشان تبقى الموضوع احسن شوية ده كده وده كده طيب ازن ده الاساسي ماشي خليني اجيب دول كده هنا وبروا الساعة دا وجغي الدول جوه والتالي لما امسك ده ناسح كده تماما Kos تماما طيب في ايه هنا بقى ايه خليوا دول في ايه في هايبر نفس عشان ما يبقوش الوجولي كده قوي طيب ده برضو محتاجين نزبط له اللي هو السلندر نفس نحط له هايبر نفس نحط له هايبر نفس هنزود له سيجمينس برضو هنقطع له سيجمينس بس هرتب بس الحاجة الاول طيب هناخد له قط كده محتاجين تنعم و قط هنا ماشي و قط هنا و قط هنا اه ممكن بقى قطات نحدد محطة الدنيا فليها نفس ان هي هارد شوية اه محطة قوي كده و قط هنا تمام محطة قط هنا زي الفول يبان ان هو عديد يعني مش بلاستيك طيب نازل طبعا بعيد شوية هنغال هنغالي الانكر بوين بتاعته و هده ما هنطلق في النص لا يوجد مشكلة نبدأ ان نظبط بس الحاجات دي طيب نشيل دي برا بسحر دي دول كده اه طيب خلي دول مع بعضيهم خليهم برا و دي اخد اللغطة طب ايه بقى طب ماشي نحط دي مع دي خلي غطة كل برا نمسح بقى الحاجات دي انا طبعا برتب و انا شغال بس بعد كده بعيد الترتيب اكتر و ازبطه بحيث ان هو يبقى سهل علي و انا مشغال يعني طبعا الافضل اللي احنا نسمي الحاجات دي بس عشان ايه انتو هتسموا في التطبيقات بقى تتعاملوا وتعملوا حاجات دي طب احنا اخد كوبي من العجلة و هخليها في سيمتري و هنأخد دي نعملوا اكش و ايه اشتبق انا حاجة تانية سي عايزة تتصع شوية ممكن نساكرا نجيبها في زي اكسيز على برا اعتقد سبق يعني سبق يعني اكتر من كده شوية تطلق سنة على برا ايه طبعا انت لازم عندك يعني المقاسات تعرف تقدر تزبط المقاسات بقدر الامكان ان هي تبقى شكلها مظبوطة هنا طبعا هنا هنا نعمل نعمل ناكباره برا عائزة و ايه طبعا ناكباره هبه حالبين كده ممكن نكباره تاني ماشي طيب هناخد ده ده بس معها بعد كده نكبر لمية وستين فانا ما فيش عندنا مشكلة اشتغل نطلع رفاية اعطالي صور ممكن نكبر عادي جدا ممكن نزغر بعد كده بس نبدأ بقى نصلح بقى المشاكل اللي حصلت يعني نصلح بقى ايه بقى العواميد اللي كنت عاملها اخدها واجبها مكانها وازبطت واعمل بوينز تاني بس كل ده كلام ظريف ومش مؤلم ومش هيعرفنا هنزغر بط دي مكان دي حالو اوغا وهناخد البوينز التانية بتاعة المسند اللي ورا هوب هنجبها بالسكيل بس خلية نبص كده ورا انا قد تزبطها ميو ستين بس ايه اقول ان هي هتبقى ازيت شوية تمام اوغا ممكن ناخد دي سنة اوغا تمام عشان ما تبنش عليها هنبص بس على المخدع طيب هات دول وهات دول وان دي بس نشكرين جده طيب كده كل ده تمام نعمل فولد فولد اول عشان نقفل كل الحاجات المفتوحة ما ننساش كنترول سيف وحنا شغالين خلينا نسمي الاوبجيكس بتاعتي خلينا اقطع الاول عشان نعمل ايه الحتة بتاعت الجادون الحتة دي بس نعمل سيلكت الاول وبعد كده ان الاكسترود اه طيب ايه انا شايف هنعمل ان الاكسترود كتير مفيش مشكلة شيل بوين دي خالص ايه 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 تمام هات دول كده ان الاكسترود وينفعش اكسترود هنعمل حاجة بسيطة في الاكسترود وبعد كده وينفعش مرض ان ننقل اتعلق دول كدهande مش هيستطلع من نحية التانية اهم حاجة تمام ناخد دي طيب قاليني كده البوينتز ميش هاي بوينتز تانية تمام تمام اغسل لكت بس اطلع دي الفوق وبعد كده نقوم بكلام ده ايه كلام زريب طيب نبص كده نسترق النظر اه هي المخدع كده تحس ان هو اللي هو تحط بقابين اه طيب واحد بقاعد وهو حط رجله بريحهم عليه تقريبا يعني ما سقدش تكتك قبل كده بس اكيد سوقته بممتعة لما نجربه في الانيميشي هاخد قط في النص بنسبة 50% كده ممكن نزبط التانية من هنا لو احنا مش عارفين هجاية السنابل هناخد بيفل على بره وبعد كده هعمل سلكت هنا سلكت هنا هدي كمان تمام مش قوي تمام طيب انا عايز اعمل بقى ايه بريج اقفل بيها اقفل بيها اللي حصلة هنا دي اللي راحت فيه لسه هنا حتة جوه اهي بس كده اقفل طيب نعمل لها سلكت هنلاقي ان هي مزبوطة هنعمل لها بسيطة عشان تبقى هارد شوية عن كده زي كده الاول كانت صوفت قوي نيجي بقى الحتة بتاعتنا نكملها هعمل ان الاكسترود وهعمل في زي اكسيز واكسترود علي جوه هطلع من المكان ده الكادون بتاع هنعمل الاكسترود وبعد كده هنقط في النايف متل عامل سلكت هنا وعمل ايه بيفل وخلاص اهي تبقى هارد اهي سلكت طيب تمام كده ندوس اس بس عشان خاطر الموديل احيانا ما بيعملش هي ايه زوم زي ما انا عايز فايه هارد الوقتي طبعا احنا اتكبرنا الموديل الفعل مجيب دي بقى تاني برا جميل جدا بدأ شكله يبان بقى ان هو تكتك يعني انا مش بدحك عليك ولا حاجة هو ده تكتك نبدأ بس نكبر الدنيا دي تمام نمسك العجلة نزبر مكانها مش قوي كده سوري اه تمام كده وبعد كده دي ممكن نطولها شوية نرجعها تاني جوه هايت كفاية كده واسحب بقى لجوه تمام طيب نبص على الهيليكس بس ربعسنا فوق او ممكن ايه ازود او اقل الهيليكس كده تمام بعد كده خليني بقى ايه ازود او اقل الهيليكس زي ما اعايز ايه اعايز تبقى اطول كده شوية مش لازم نلتزم طبعا بالصورة بس نحاول بقدر مكانة ان هي تكون اشياء كو احلي تمام هنا لسه هنخش على مرحلة وحاجة يعني لبينه يسطر طيب هاخد بقى السيليكت ده وهعمل منه نضيف وقدين ناخد دول كده نعملوا اكبر شوية عشان يبقى شكلوا دائري ها ماشي حالو طيب انزل السيلندر بقى وخلاص بدلا ما نطلع من جوه ايه من جواها او سبليتو سوف نقوم بسيطة سوف نقوم بسيطة الضفار سوف نقوم بسيطة اخبر الناس كنا نتمع الشارع اور adventurous hanely والاستقر وقلل لسيجمنس وردو مش محتاج سيجمنس كتير هاخد منه كوبي طلعوا فوق شوية هزود هايتس وقلل للرديوس هكابل رديوس شوية انا عايز عامل دي عامل لها يعني اسيمتري اشتبع عاملة زي ماسكة الجادون احطاها في اسيمتري هزبط اكس واي ممكن اعد الماكنها كده تمام نبص في ها هي الحت السيمتري مزبوطة بس الاكسس بتاعها مزبوط بس الموديل نفسه من الحتة اللي احنا عملنا لها هزود مش مزبوط في النص بالزبط فهنا هنقض دي هنا نشتغل على ايه على دي كده تمام قبل وعسل هنعمل وابعد كده وابعد كده عايز استنى كده اقلل السيجمنتس مش بحتاج كل سيجمنتس دي وابعد كده ناخد الكابس ننزلها تحت وبعد كده وابعد كده مش تمام مش تمام اكسترود وروتيت اكسترود وروتيت لحد لما ناخد الشكل بتاعه انا هعمل يعني حاجة بسيطة مش هدخل فيه تفاصيله قوي خصوصا ان انا هو مش هيبان كمان في الانيميشن بس انا عايز اعمله علشان نستفاد ان احنا نقفل كل حاجة وتفاصيلها عشان ما تقولوش ان انا ايه افوضت حاجة في التوك توك يعني انا بس مش هقدر اعمل البطارية والحاجات الماكانة والحاجات اللي جوا يعني مش هدخل هستفاد بها بحاجا يعني عني الحاجات اللي هتظهر قدامنا ما بeven من اللي فاتص اصلا بتعمل أاي كرواتا رهيبة ممكن تعمل الحاجات دي بوكس اصلا ومش عارف ايه وتقوم حطة بس متريلات وترندر على كده بس طبعا ايه كل واحد وشكره كل واحد ومستوية طيب خلديني لا خلديني زبط بس ايه اني بقى فيه تيوب نفس الوزيشن بتاعه عشان ما نقعدش ندور ونلف بقى تمام واقضل هنا كده هاقلل شوية الروتيشن سيجمانس وازود الانر ريديس هاقلل هايتس حبة بسيطة والحاجات دي ممكن نعملها وهو ادي تيبل بس انا ايه اعيز شكلي بقى بنفس الفكرة دي انه هو في حاجة مسكل الحاجتين فبعا خليني اخد الوبجيكت اللي تحت و قبل ما نلعب ما ندور في الفونك تاج خليني اعمل له فلت اقل شوية وقدر وقل الريديس وبعد كده نلعب بقى في الفونك تاج عشان تبقى هارد بالشكل ده طيب ده بيلف كده آه تمام بقى بناخد ده وده آآ كدون وده نحطه في 0 وبعد كده نحطه في ستلندر وكل ده فون 0 تمام الله الله تمام اعمل بقى ايه المسكة بتاعت الكاتون نفسه عشان الواحد هو سيء يتبقى ايده مرتاحة يعني هنسيب ما ينفعش ورده لازم نهتمل بالتفاصيل دي بعد كده الظريف بتاعنا نقلل شوية الهايبر نورس نجيب النايف وهنقطع هنا وهنقطع هنا وهنقطع واحدة هنا انا بطفي طبعا بالكيول وبشغلها بالكيول بحرفة كيو وهنما بتسجلش برضه في الميموري بتاعت السوفتوير خليني اعمل نسيلكت الحتة دي كده كده شكلها اشك تمام كده شكلها ايضا اعجب ان نربط الكلام ده ابدأ ينزبط اعجب انزبط اعجب انزبط اعجبه عشان ايه مرحلة الانيميشن هناخد ده تمام طب ان هو بلف كتير فنحن مش هنلفه كتير انها اصلا كده كده اللف هتبقى حاجة بسيطة ما حاجة الاو اعجب ان اعجب ان انه ده ستبقى الانيميشن طوله يعني بزي اكس ونفس الموضوع اعجب ان نعمل الموضوع ده للعجل اللي ورا تمام بس دلوقتي ايه? عايز امسح في السرعة الخلفية عشان ابدأ اشوف بقى. خلاص مهمة السرعة الخلفية دي خلصت. مهمته خلاص خدنا منه اللي احنا عايزينه ورميناه. هبدأ بقى ازبط المودل نفسه على العجلة عشان اعمل له الرفرف. هنزبط بس الدنيا دي شوية. ايوان. ايش قوي كده. هناخد دي تحت شوية. ودي تحت شوية. ودي شمال شوية. طيب انا بحاول خليها ايه يعني جاية ملفوفة يعني جاية عشان تاخد شكل العجلة. تمام? تمام قوي. هناخد هنا عشان اخلي الدنيا دي هنا ايه? شوية. وممكن هناخد. اه تمام. هناخد كده عصر. طيب خليني اعمل بس ايه? سيليكت هنا. مبعدها سنة. هنشوف كل مبعدها دي بتبقى بتنعم معي. كل مبعدها تنعم معي. تمام? طيب. اه هينتقب. هاخد بس الموديل. انا طبعا تلقيني بروح لحاجة تانية وزبط حاجة تانية بافضل انا ازبط في حتة لحد لما الموديل بتاعي اه يبدأ يبانع حقيقته. ويزهر بقى. هناخد ايه? كده في هذا الجانب. لا اوضعش دي. اوه كده حل. كده تلفل. بس ممكن ايه? ناخد سيليكتشن لدي. انا اخد سيليكتشن لدي. ومش عيب ان احنا. من الدينا ورا كده. مش انتبان ان هي انا عمش وارد. ممكن دي. ودي. طيب. هاخد سيليكتشن لدي برضو. بحدي كده هنجبها ورا سيلي. بزي اكس اكسس. تمام? لازال فول دي. طيب. اه اوك ايه تمام? دعونا نرى الصورة نرجع له ثاني ننزل ونقوم بعمل ونقوم بعمل نقوم بعمل ثم نقوم بعمل قليلا حينما فعل البعيد ولن نقوم بعمل الشترين نقوم بتحفيز دعونا نقوم بعمل ونضبط الـ Two Points اللي هم في الاتجاه قدامنا وفي الوراء اللي هي بالنسبة لنا في الـ Symmetry. القيام بعمل الضوء من مرفع الشراء العقودية أصلاً مضبط هنا . تماما؟ مما يمكن أن تكون تحت . اه ودي تحت شوية. تمام قوي كده. طب نروح البوليجن. زي ما احنا كده ناخد اللي تحت ده كمان. اوكي. ونحطني مثلا اتنين شبه ناخد دول. تمام. بعد كده اه. زي بعضيه. طيب اعمل بقى على بره شوية. طيب نشوف كده بالهايبرنومس اخواره ايه. اه لا. اه عايزين الحتة دي. ناخد الحتة دي معانا. طيب اعمل له اندوه بقى. هنضبط البوينز دي برضو. في الفرونت يو بورد. عشان ناخد نكبر الرفرف شوية. معان دي لس مشكلة احنا نلعب في البوينز دي بعيدة اصلا هكل حق. هناخد سليكشن للبوينز دي. طبعا. الطرف الاخر. هناخد له سليكشن. وهنعمل تاني. قولينا كده. طب ده كده هزال الفرون. كتتنا بقى الزريفة باللوب. عشان نهارد الحكاية. تمام? بنحط تانية. طبعا احنا نضع وقت بنحط تانية. يعني عايزة سيمتري عشان نشتغزح. نعم? انعملت اندوه علشان نشايف الكاتين اللي انا خدهم كانوا زيادة هو كات واحد بس من قوة نعم. وخلي الحتة اللي بورا نعم. طيب هو كده تمام بس ايه? عايزينه يبقى على برا سيكا. ممكن ناخد البوينس دي ودي. دي. 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 اه ماشي. هناخد الجنب التاني برضو نفس الحكاية. نرفع دي برا كده شوية. الجنب التاني برضو. 1.2.4.5.6.7.8.9.10. ونتفرق كده على العملية ماشي ازاي. تمام اوي. والله زيني. طيب نخش على مرحلة تاني. اه. ان نعمل بقى اللي هي مفروض تبين الموديل اكتر وطلعوا شكله افضل. انا عايز نعمل كده في النص عشان اقطع الموديل وعمله سيمتري بقى احنا اشتغلنا وضيعنا وقت من ناحيتين. نجح زيني اضغط اكتر من كده. فناخد ادزاين كده بالنص. طيب هو ايه? نشي اعمل كده باللوب. عشان فيه حاجات كتيرا مفتوحة. وفيه حاجات اصلا خربانة في الموديل اهو. ما شاء الله. اه تحت في الناحة التانية احنا كنا نعمل سليكت كتير اوي بموضوع فهنا هرايح نفسنا نجيب اللوب نعملها بلان وناخد كد هنا في النص. هرايح نفسي وادوس شفت. في الكد ادوس شفت. وادوس على الحتة اللي هي بتاعت الفاسطة بتاعت الاكسس. هاسلكت دول. واشيل الزيادات اللي في الزي اكسس. وعملها في سيمتري. تمام مغير السيمتري. شكرا كده. نشتغل براحيتنا بقى. وهنعودش بقى نبص الناحة التانية ونضبط الناحة التانية ومنضيعش وقت. فشوفوا الفرق ما بين ان انا بضيع الناحة التانية وما بضيعش وقت في السيمتري. بقى ليه ما كانوش حامل السيمتري. طيب هزبط البوينس دي بقى عشان نبدأ نطلع الكشاف بتاعنا. هاخد كت هنا. وهزبط من الحتة دي. نكبرها كده. تمام. نلعب البوينس شوية. في السلايد. تمام كده. ايوان. السلايد ده اختراعه جميل جدا. انر اكسترود. انر اكسترود. بعد كده انر اكسترود بسيط. بعد كده اكسترود تاني. هايبر نيرفس. عملنا عين للتوك توك. عملنا له عين عين. هاخد الحتة دي بس عشان ايه؟ هوا تلاقي العين صغيرة شوية. فهنا هايزين العين تبقى كبير عشان الحسد. فهناخد ايه؟ نعملها عين اكبر شوية. انر اكسترود. هاجه بسيطه. هاي ده. طيب اندو. هاخد السلمان دي وبعدها شوية. تمام. انر اكسترود. انر اكسترود. انر اكسترود. انر اكسترود بسيط. انر اكسترود على برا. انر اكسترود. اه كده بقت يعني عين بحلقة. والله الحاجات دي ما هتبان في الانيميشن. الحاجات اللي قدام دي كلها. كل تعابنا اللي في القدام ده مش هيبان اصلا. بس هي منها عشان نتعلم ازاي نعمل الحورة دي. زي ما بقى قلت لكده خمسين مرة. طيب. اه. اه. حنزل سفير. وهغير. الريديوس بتاعه. اقليله شوية. وهغير تايب لي. اه. اه. همسفير. وغيرها بتاعها المئة تمامين درجة. عايز اعمل الكشاف لقدام. خلاص بقى انا انا مش تلاقي حاجة. اه. ليها في التصور عليتي على الجوجل ان التوك توك شافه عمل ازاي. لقيت اشكال مختلفة. فبدأت انا ايه? خلاص بقى مرحلة اللي انا ابوزت اشتغل من دماغك بقى وخلاص. لازم يكون عندك تصور وكون كرياتيف ان انت تعمل حاجة من دماغك. مش لازم تشف يعني انت ممكن تشف المرحلة معينة وبعد كده خلاص. اه. تعامل بقى. هنزل. في نفس الاكسس بتاع الاسفير تريش. هسغره. تمام. ممكن نصغره كمان. ممكن نزبط اعداداته. اه. خالي دي ايه. اخير بقى طاشر مسلا. انا بشيت بس الارقام اللي هي الزير بوينت يعني. عشان ازبطها براحتي. تمام. تمام قوي. حاجة من ده كوبي. كنترول وحسحب. ايه. هنصغر براديس. نرجعه ورا سيكا. اه. نصغر كمان الناره. طيب. ممكن ان تزود البايب ريديس. مش مشكلة عن التاني. يبان بالشكل ده. الله. الله شكله حلو. اللي في توك توك ده. هنحط له. بنفس الاكسس بتاع التريس. ديسك. ونصغرها شوية. دي بقى اللي هي الازازة. اللي بتبقى قدام. هنعمل لها. بس خاليني قليل السيجمينس شوية. واقلي. ديسك السيجمينس. وعمل ايدي تابل. واخد البوينتس. مود. وعمل السيليكشن للبوينتس دي. اسحب بالواي اكسس على ورا سنة. اه تمام كده. ممكن دي نعملها بابل. طيب. هو كده بقى زي الفل قوي. خليني امسك الابجيكس وحطهم. في. نل على الاساسية اللي هي تريس الاساسية. عشان اكبره صغر براحتي من هنا. اه. هنزدها تحت سيجة. هنتقل كده حجمها مناسب. بالنسبة للموديل. تمام. طيب. هنعمل بقى الكشاف الخلفي. اللي هو اللي هو ده. آآ. اه برضو هيبقى الكسرود. هنعمل الشكل اللي هو جوا ده. آآ. اكبروا الحاجة طبعا ما محتاج اللي هنزدبط. آآ. ممكن نعمل ايه. بعدا ما عمرك هنجد فقط نعمل إدر اكسرود خلاص. نجرب كده كده على الكسرود. مش ادر اكسرود. ونزدبط معسيتها بقى. تمام. ماشي. اكسترود تاني على جوة وبعد كده اكسترود اكسترود اكسترود. تمام? واحد كده تاني. ونشوف. اعتقد دي مش ساني. اه لا. ما فيش ان الاكسترود ولا الاكسترود من برا. كده كفية. هنبص هنا كده. هي عايزة تبقى شوية. ممكن نقسمة احنا بالنص خمسي في المية. ونجي هنا برضو عشان تبقى في النص بزبط خمسي في المية. تمام? هاخد كمان ان الاكسترود وهنطلع بالاس اكس اكسز على برا شوية. تمام? اوي. طيب عشان نفى الضوة دي. اه ممكن ناخد سيليكت باللوب. مرجعها برا شوية. اه اسكيل اكب برا سيكا. تمام? اوي. طيب. اه دلوقتي عايزين ايه? عايزين ناخد كت من فوق. عشان تبقى ايوه. ايوه. وكت من تحت. تمام اوي كده. هاصل. اه بدأ كل ما يبقى فيه اكتر كل ما يبقى وقعي اكتر. لسه الماتيريالز بقى. اللي هتخليه بقعي اكتر واكتر. هنعمل حتة دي. دي عايزة تبقى ان الاكسترود برضو. بس انا مش هنالتزم بنفس الشكل اوي. اه نعمل بتاعها بس. عشان اقطة صح ممكن اعمل اه كزا طريقة. انا اول حاجة عايزة اخد سيليكت للسيجمينز دي. خليني اعملها دول كليك. هي هتتسلك على طول. بس اه طبعا هيعمل سيليكت من قدام وكله. ما شاء الله. طيب. نمسح السيليكشن اللي هنا ده. لانا حركت بص هيتحرك معاي ايه؟ عايبوز الدنيا. فلأ بيمسح السيليكشن ده. عايز سيليكشن ايه مليوش لازمة نمسحه. دليت. دليت. تمام. موكي نمسح موديل كده الموديلات دي عشان نشوف الدنيا مش هزاي. دليت. دليت. ماشي. اه كفاية على كده مش مشكلة. ناخد ده كده. تمام? واخد دي والسيجمينز دي والسيجمينز دي. وبرضو هارفعها سيجها فوق. اه ايه المشكلة بقى? اه. كنت واخد حاجات من الناحة التانية. مش كلها دي. طيب نرفعها فوس هنا. تمام اوي كده. دي بس هنرفعها فوق. ويفضل عندنا على كل ده برتب علشان اللي في النص الكبير ده. هاخد ده. اه. بلاش نعمله. احنا ممكن نعمل معه. نريحه. نمسحه من الموديل الاساسي. دليت. ونشتغل على الموديل التاني ده لوحده. وطبعا ايه? اه ممكن بقى ازبط بقى دلوقتي. ده عامل انا عايزه. انه اكسترود اكسترود وعمل انا عايزه. بس خلينا نشير الزيادة ده. انا بقى ملوش داعه بقى بالموديل التاني يعني هو مستقل. وايه? وازود له. اه. طيب نزود له اه. اتنين مسلا. تمام كده. حاخد دلوقتي انر اكسترود. بعد كده اكسترود. هاسلكت. ده بيكليك على السيجمينز دي. وبيفل. ولا اخد دول بص. ممكن فيه طريقة تانية فيه كونكت. لو انا خدت الجزء اللي برا ده كله اقدر عامل كونكت فيقوم اطاعلي بالزبط. اه. سيجمينز في كل في كل بوليجون بالنص. يعني انا عملته افقي فهيطالي افقي معي. فهيطالي بالعرض. تمام? فانا اطعت كده. بدل ما اود اعمل كت وكت وكل واحدة اطعت كل. عايز اما السيجمينز بالعرض دي. واروح اقول له ايه? اه. طب نمسح بقى اللي في الجامل. او ناخد دول بس. ناخد الجزء اللي هما اللي في النص بس. تمام? هبا هبا. هنا الاكسترودي الظريف. اه سوري البيفل. تمام? ممكن نعرضها شوية. هناخد السيجمينز اللي هنا دي. واللي هنا دي. ونمسح دول. عشان دول هيمسك ويبوازوا الدنيا من تحت. نمسح لحاجات الزيادة. تمام? تمام 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 تمام. ايوه. زي الفول. نكبر سرنا بقى. بزي اكسز. ماشي. محتاج اي بقى? محتاج ان يبقى ايه. اكسترودي عليكو. فهيأخذ سيلكت لدول للبولجنز اللي طالعت بقى جديدة احنا فضلناها هنأخدهم كلهم مرة واحدة بقى وعدم سيح بقى الزيادات دي تمام 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 طي ان الاكسترود بسيط وبعد كده ايه اكسترود او ممكن نعمل ايه نورمال موف نورمال سكيل سوري او يا اما انا بال هو الاكسترود نفسه ده الان الاكسترود اللي انا عملته اسحابه على جواسيكا وكده افضل وبعد كده ايه ممكن نشتغل بالسكيل نورسكيل تمام تمام كده اركض اشكلها يا ظريف طيب انا محتاج دلوقتي ان انا عمل كات عايز امسح الاول دول كل دي عايز امساحه عشان انا عايز اشتغلها السيمتري لو مساحت دول هيبوز الدنيا تحت فانا مش همساحه انا هم عامل سيلكت ال point دي كلها هم عاملها في الزي اكسز زيرو زيرو في السكيل وفي السايز ومرايح عامل سيت اكسز تو وماخد دي سيمتري وريني كده اشتغل السيمتري تمام عاش والله يجي مني طيب هناخد كت بقى باللوب هنا هو عشان اعمل هارد بقى وهنا وهاخد كت من هنا ومن هنا تماما واخد كت برضو هنا عشان اخلي الدنيا هارد شوية ونعمل احنا تقربه من هنا بس ونعمل احنا تقربه من برا اه لا مش غيره طيب مش نرجعه زي ما كان بس على خفيف بلاش نقرب قوي من الزاوية عشان ما يخليه شكلها وحش اني غالب ان دي الحتة دي مش مش فور تمام طيب انا عايز اعمل ايه اللي هي زي زي يعني اقورين هو باب يعني غالين هو يبقى باب فممكن اعمل سيلكت الحتة دي وابعدها سيكة او بدلا مبعدها كده اعمل كت مش عايب اعمل كت بالطول اه في اللوب مش هينفع ممكن نغيرها للايه اعمل كت بالطول حصل وبعد كده ايه يخد كلها كلها اللي هنا اسيلكتو كلها عشان ما فيش حد يجي يقولي انا ما مسيلكتش وما طلعوش معاي اسيلكتو كلها ومركز انا لو طلعت هعدي دي فهيدربه من بعض فانا عايز يطلع ايه حدودي هنا حدودي هنا ما طلعش اكتر من كده هتقولي ايه اللي حصل هقولك اه موطلع زيادة من الجنب فهارجه همسحه تاني تمام هاخد سيلكت البيونس دي البيونس دي وابدأ امسح 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 اه سيلكت سيلكت تمام سيلكت دول ايه وان بقى مرتدي سيلكت الفتى فحسب كده د Early اهو مختبره اعمل هايبرنورس دي العسر من هنا بس في ايه اه persona فيه cut هنا مش مزبقت ولا ايه اه لا تمام عايزين بس نعملها INTERVIEWER من هنا عشان تبقى واضح طبعا ده فاحنا ايه نخليه لوب بقى دور اللوب تماما بقى هارد بقى مفيش كلام طبعا انا عايز حتة يكون فيها هايبر نيرس وحيطة هارد فلازم اقعد اقطع كتير كده لغاية لما اوصل للشكل اللي عايزه او الحاجة اللي عايزة نفتح بقى كل ده مع بعضي الله تك تك احنا خلصنا يعني مرحلة كبيرة فيها انا عارف ان التوتوريال طول عليكم قوي بس احنا بدأنا نخلص نحن المنطقةين بخروقة sacا Innovation خلاص يعني فاضح حاجة بسيطة او الحاجة بساطة او الحاجة عايز ايه اه مزه الكوكية اللي هني دى وببعد departure نحن المريع 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 نعمل الحاجتين دول بس وخلاص يعني عشان ما نطولش في التفاصيل قوي كل ده كل الشغل ده اللي انت بتوعى تشتغله يعني تقعد ساعتين عشان تعمل موديل نقعد ساعتين عشان نعمل موديل وفي الآخر يبقى الشوت كله مثلا 3 ثواني 60 فريم 90 فريم بالكتير فطبعا الناس العميل في الآخر ما بيقدرش فكرة ان انا ايه ممكن اتعب ويطلع عيني عشان عمل موديل في الآخر وطبعا عشان كده تلاقي الناس بتكاروت العميل عايز كده فمنبدأ نكاروت بقى علشان نرايح العميل انا عملت سيليكشن السيجمينتز دي وعايز عمل لها اكسترود بدوس شفت علشان عمل اتج انجلي وبعد كده هدوس شفت تاني كده على تحت ممكن اعمل واحدة جواه وهو زغرة جواه واندي خلط الغطى الجلد ده جواه تمام تمام نفسك احنا فاضل بقى ايه ان احنا نأمل انا هحط كل الموديل في ونل وهسمي النل التاعي اتت توك توك هنزبط بس ايه المرايات و الاريال ادي المراية طبعا لها علبة كده هنا كلها كيوب من هنا فحنبدأ نعمل الكيوب لوحده بس انا هي معمولة فوق انا مجهزة عملها فوق انا اعملها في العتة اللي تحت دي يعني شكلها هنا اضرف فانا ممكن اطلع باكسترود من هنا يا اما اشتغل 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 باكيوب لوحده تمام اشتغل باكيوب لوحده معديش اي مشكلة كيوب جديد ننزل باكيوب جديد ننزل باكيوب وبعد كده نصغره يعني بالتقريب وهجيبه في الايه في البوزيشن اللي انا عايز وهروح للفرونت فيو بورد احطه في البوزيشن برضو عايز ازغر كمان هقربه في البوزيشن بتاعي ممكن بقى ابدأ ازبط ايه مقاسه 15 15 15 اوه عايز في زي اكسس يكون اقل طيب دلوقتي عايز ان انا اوه عايزين حتة كده انا اتكلم من الجنب بحاطر عينينا الاثنين نجيب دي بس كده اوكي نرفها سيكا نعايز الى تحت بالكس اكسس مشي اعسل اوه ادي تابل كت زريف هنا و كت هنا هناخد بالسليكشن ده ايه الى الى ونقربها لتحت تمام ننزل دول كده اه سريع ننزلها في هايبر نيرمس نشوف بس الدنيا ايه ماشي ازاي اه تمام بالكاتات بتاعتنا بقى اللي بالنايف هنزبطها اكدر عايز اخد بوليجين الى قدام واعمل لهم انر اكستروت ممكن اكستروت كده وقم صغر بالايه بالنورمال سكيل نبقى حاجة بسيطة قوي تبقاش كتير وبعد كده بالسكيل عادي ان الاكستروت بسيط علشان خاطر اعمل بدل الكات يعني بدل الكات شايفيني الفرق طيب ممكن ناخد السليكشن اللي برا ده سواني اخد السليكشن اللي برا ده دابل كليك كده ومعامل بدل ما حتش خبق لي اهو طيب كت من هنا كت من هنا تمام برضو نفس الحكاية هنا وهنا اه هنا مش هعمل له سكيل شوية بالزي اكتز ودخله هو مكانه وبعد كده عايز ابقى اه طبعا انا بعد المقاس انا لسه مشايف الحجم بتاعه ككل بالنسبة للتوك توك لا انا احاول ان انا اعمله الاول وبعد ما اخلصه ابقى اكبره واصغره زي ما نعايز فانا بعمل سيف الحتة الفيال دي دي سيف طيب فاضل لنا بقى الحتة اللي برا دي فممكن ننزل بكيوب جوا كيوب بتاعنا نفسه عشان ناخد نفس بتاعه وابدأ اصغر كده تمام برا راسيكا كده نرفعه تمام كده اه اه نهو كده زريف ناخد وبعد كده هنا هنطلع بيها كده لفوق يبقى عايزين ايه? خلاص فاهمنا الادوات. عايزين ايه? عايزين اكسترود. اكسترود تاني. هاخد الحتة اللي فوقه مع مطالب اكسترود فوق. ونشوف الشكل عامل ازاي بقى. تمام. عايزين الحتة دي بس نكبرها شوية. اه يا ده المراية صغيرة جدا. مرشوش مشكلة. نعمل سلكت للجزء ده. ونبدأ ايه? نسكيل. اه. سواني في من وره. مش هتبقى مزبوطة اه اه. تمام. عايزين نعمل وناخد دي كمان. هو دي. ودول. ونكبر براحتنا نماشي. نجيبها كده شوية. عارق بقى بشكلها بمكانها براحتنا. بسيط. كمان سيكا. طيب انا شايف ان هي كده مناسبة. يعني دي بقى اهنا هoisنى انها عشان ما ننساش. الديل هتبقى مراية فهنا عاملها مر. لا خليها كرو. تمام. عزيني لو بدكت شوية الى شان لان نصائم فاوو بطبق طبعا بالليل ان ما عرفش ان افعمل التوريد الا في الوقت الله انا فاضي فيه. فانا بطبق بالليل عشان خاطر اعمل الدرس. طيب حمسي هباط دي. مالحاش اي لازمة وبرده في نفس الوقت دي ديني هارد على جوه. واشوف هنا القطات دي هنعملها ازيه. هاخد قط هنا كمان. قط هنا. ده بي ديني هارد شوية. فيه قط هنا. اه وهنا. وهنا. ده مش شاف هي حاسية تبقية هارد قوي. لا خلينا نعمها شوية. يعني ما بيبقاش قط قريب. اه كده كايس. اه حلوة كده. ماشي. قط اه. قليت قط ايه قريب بس ايه. ما تبقاش في قط من فوق. تمام. ايه الظريفة. طيب لو انا خدت سيليكشن لبوليجن دي. والبوليجن انا ما عملت كده مش هتنفعها تقط. اه يبقى شكله مش زريف. يبقى هي هي زي ما هي دي. انت اللاحب بره شوية. وخلص. اه. زي الفل. على البركة. اه. زي الفل. على البركة. طبعا الشكل هو مش نفس مش لازم يكون نفس الشكل لانا ما بقيتش ابوص على الموديل. بس خلاص خدت تأسيسته. تأسيس بتاعته خدتها. حاخد بس زمن ايه. توقعت ان انا اخلي. اه. السيليكشن بتاعي لتحت اكتر عشان اقدر اكبر. طيب هو دلوقت هنا مش هشتغل بالاكسس صاح فانا هغير الانكر اكسس. بالروتيشن سنة عشان اقدر احرك. اهدي على براسيك. تمام? ماشي. تمام كده. هناخد بقى الحتة دي. نشوف بقى ما شو عامل ايه. اعتقد كده مع اول. لا هو صغير ولا هو كبير. بس ممكن حتى نكبر شوية. الفكرة ان انا خلاص اسيست الموديل. فاكبر بقى صغر. زي بنا عايز. المهم اسيست شكله. اعتقد كده كبير قوي. ممكن. اه سوائي. طلع دور. ممكن دي. اه تبقى اكبر. نشوف كده الدنيا. معقول للمراية هتبقى اكبر من الكشف. لا هي تبقى اظهر شوية كده حلو. اه كده شكلها منسب. هاخدها في سيمتري. كمان عشان تبقى الناحة تانية. بال اكس و واي. تمام. معايش. هناخدها في بقى. طيب. دلوقتي. هنزل. الليير جوه. التوك توك. خلاص كده. خلاص الموضوع. فضلي بقى ايه. ان انا اعمل. الاسمه. الاريال. اعمل. طبعا الاريال. بما اننا طبعا حيباني الجنب اليمين. في الانيميشن. فانا عشان كده قلت اعمل الاريال يعني. التفاصيل دي ممكن تبقى. احنا ممكن نعمل عالم وممكن نعمل حاجات. بس. فنجتفي بهذا القدر يعني دخلين في ساعتين. او دخلنا في ساعتين تقريبا في التوتوريول. ففاضل بس دي اخر حاجة وبعد كده خلاص. يبقى المحاضرة بتاعت. التوك توك خلص دي. هكبر السايز شوية كده. طبعا انا شغال كيوب. بسيطة كده. انا دلوقتي نزلت كيوب ونزلته في حيب نوسة عشوف شوف دنياته عاملة دي. ممكن امسح البوليجون دي. اتفرج عليه كده من بره. ابدأ بقى ايه? انر اكسترود. او بحركة كده سيكة. اكسترود بقى الزريش. تمام? ممكن نخلي البوليجون دي. طبعا انا رايحك. احنا نكفي الموديل ده خالص. يا بسيطة خالص. ناخد دول. ونعملهم سكين تو زيرو. اخد ده كده سيطة. تمام? مش. هاخد قطاتي بقى عادي جدا عشان اخلي موضوع هارت شوية. تحت مش عايزين قط بس ايه ممكن ناخد قط ايه? لنعم يعني نخليها ولا هي هارت ولا هي نعمة. وبعد كده انا ممكن اخد في الحتة دي عشان اعمل السليكت دي. السيجمز دي. وبعد كده هارجمش اه اه انا اعمل اكسترود. خلي انا اعمل اكسترود حسن. اه من غير ايه? من غير ايه? من غير اتش انجل. هنطلع بها كده. هيا سيكا كده وخلاص. برضو سكيل تو زيرو. وحن الحاجات دي هتبقى مش باينة جوه الجوه الفريم بتاع الشباك بس يعني الشغل شغل. لازم يكون عندك ضميد في الشغل وتطلع شغلك صح. عشان الناس تقولوا انت شغال. بتعمل شغل. اه انت راجل فنان وبتفهم وبتشتغل بما يرد الله. هعمل سكيل كده بسيط واجبها. بس دي اكسيز لجوه. نبص من هنا كده اخبرها ايه? طيب. هشتغل باللينير سبلاين. كليك هنا. وكليك بار. هما نقطتين بس. مش عايزين تاني. تمام? هننزل السيركل. اصغره مثلا اثنين والحاجة. وبعد كده انا ممكن اقربه شوية من من السبلاين بتاعي. او فين السبلاين? نعملت السنتر بتو اكسيز للسيركل. الحمدلله. طيب. او ما زلت ماسك السيركل. الحمدلله. طيب. نمسك السبلاين. ونجيبه تاني. في المكانه. نجوه في البوينت فين بقى. هنعمل بقى ايه? اكسيز. اكسيز. تو سنتر. سنتر تو اكسيز تو. تو اوبجيت. وهنعمل. فري انكر. وغير بتاعها. ممكن نزيلها تحت كده. عشان تبقى الانكر بتاعتها في الحتة دي. واخدها بقى حطها في مكان. عشان نزبط بقى طبعا ان المكان بالزبط. لأ خلينا نحطها في سويب نوربس بقى. ليه? نبدأ نشوف. هتبقى في المكانها. في بتاعها صح? يا ما مسكت كلها وحركة. مسكت كده. تمام? هنزبط بس السيركل في بتاعتها. حاول اللي اقلت دائما السيجمنس بتاعت عشان بتبقى كتيرة ايو غبائية يعني هو اشوف عملتها اثنين من ثمانية ولسه برضو سيركل ومفروض نزيله ستاندرد اصلا اثنين دي الاسويب نيربس في الديتيلس بتاعتها في السكيل انا بالعب في الاسبلاين عشان خلي حتة خينة من تحت وحيطة الفياء من فوق طبعا فيش روحات كتير اوي عملناها لموضوع السويب نيربس هنزل السليندر وعمله زي الحية اللي تبقى فوق اللي موجوده دي مش عارف دي حبان في الانيميشن او ولا مش حبان بس يعني اهو يعني زيادة الخلخين زي ما بيقوله طيب هحط دي ودي في ايه في نال نشوف انه اللي ده اخبره ايه نوتنا مش طب انا محتاج له ايه بقى محتاج له حاجة تمسك الموديل انه كده مش مقوله حاجة له في الهوى فهننزل تيوب ممكن بقى ايه نزبط تيوب بقى دينا يا ده ويه كده بحبي زي ما بيقوله ايه هغير مكانه اجيوه في الحتة دي وابدأ بقى بص في البيزيكتيب يعني انا بزبط في البيزيكتيب يعني انا بزبط في البيزيكتيب وابدأ اروح البيزيكتيب اشتغل بقى اعمل موديلنج براحتي طبعا احنا ممكن نشتغل اصلا في اللي اوت بتاعت الموديلنج بس في ناس كتير قوي متعودة تشتغل على اللي اوت بتاعت الستاندرد خلينا زي ما احسن اجيبها كده شوية بس عشان الخطر ازبط مكانها ان هي مسكة مسكة الاريال نفسه اعتقد تمام كده طويل ايدي تيبل سيلكت قول اوبتمايز سيلكت البوليجنز اللي هنا دي ونروح الناحية تاني ممكن نخفي دول اس طبعا على طول حرف اس يقوم جايبك عند اللي انت ماسكه كبوليجنز او موديل تمام كده هعمل في الحتة دي اكسترود وهو مسحبه بحطة اكسترود بسيطة وهو مسحبه وممكن غير السكيل بتاعه وهو مسح البوليجنز اللي طلعت اللي جوه دي اللي اختفت جوه مسح عملهاش لازم واعمل سيلكت للجزء ده وده دابن طبعا دابل كليك وده وده بعد كده البيفل الزريف حرف البي حيجب لك بيفل ونفتح دي حان نعم شوي ممكن نزويد شكرا خلاص الموضوع خلص هكبر بس دي بالطول في الواي اكسس هنا وسيط عشان تباين بس طبعا انا متلاحف ان احنا نعمل المتأسف جدا انا طولت عليكم في التوتوريول ده انا عارف بس الحمد لله احنا انجزنا المهمة بفضل الله بكده خلصنا التوك توك واشوفكم ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية اللي هتكون عن لوجو بتاع رامس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة